استجابة واسعة سجلتها مداومة عيد الأضحى بالعاصمة بعد التزام أزد من خمسة آلاف تاجر بمداومة يومي العيد ما عدى تسجيل حالات جد محصورة لتجار لم يحترموا المداومة حسب ما أكده مدير تجارة بالعاصمة في تصريح حصري لشورق نيوز من ضمن 523 تاجر تم تسخيرهم خلال اليوم الأول 5214 استجابوا للمداومة خلال اليوم الثاني من عيد الأضحى تم تسجيل استجابة واسعة في حدود 99.75% استئناف محتشم لنشاط تجاري شهدته العاصمة في ثالث أيام العيد رغم العقوبات التي ستطال أصحاب المحلات المخالفين لاحظنا بأنه فيه بعض القطاعات فيه عدم استئناف العمل في بعض القطاعات بل فيه بداية محتشمة ورغم معاناة بعض المواطنين في إيجاد مخابز خلال اليومين الأولين للعيد إلا أن مديرية التجارة بالعاصمة أوردت أن المداومة عرفت استجابة كبيرة من قبل مختلف التجار فيما سجل اليوم الثالث من العيد عزوفا كبيرا للتجار الذين لم يكونوا معنيين بمناوبة العيد عن استئناف نشاطهم التجاري ما جعل فئة العمال والموظفين تدخل في معاناة شبه يومية في رحلة بحث عن مطعم أو محل للأكل السريع بين مختلف أحياء العاصمة